اشتركوا في القناة توقفنا عند هذا المطلب وهو ان المحقق النائين رحمة الله عليه اقام اشكالات ثلاثة على الصور الثلاث التي استعرضها الاخند الخراساني وبالتالي قال بعدم تمامية تلك الصور الثلاث تبعا للاخند الخراساني ثم اقام المحقق النائين صورة رابعة للاطلاق ورأى خلالها بان الاشكالات الثلاث التي اقامها على الصور الثلاث للاطلاق للاخند الخراساني لا تسري ولا تجري على الصور الرابعة التي اقامها المحقق النائين لننظر في طبيعة الاشكالات التي اقامها النائين على الصور الثلاث للاطلاق للاخند الخراساني قلنا ان الصور الثلاث التي اقامها الاخند الخراساني الاول بلحاظ اداة الشرط ثاني بلحاظ الشرط الانضمامي الثالث بلحاظ الشرط العدلي بمعنى في الاول لو كان هناك عدل لو كان هناك شرط اخر لوجب على المتكلم بيانه هذا بلحاظ اداة الشرط ولم يبين اذا لا وجود له الثاني لو كان هناك وهذا بلحاظ الشرط نفسه لو كان هناك يعني لو كان لو لم يكن الشرط منحصرا في المذكور لوجب على المتكلم بيان الشرط المنضم اليه كان يقول ان جاءك زيد ومثلا اكرمك فاكرمه وحيث وحيث لم يذكره بمفادوا اذا لا يوجد شرط انضمامه وثالث لو كان هناك لو لم يكن الشرط منحصرا فيه وانه وانه كان له شرط منضم اليه لو كان هناك شرط انضمامه لو كان هناك شرط افعد لي بمعنى او او بمفاد او ان جاءك زيد او اكرمك فاكرمهم لو اجب على المتكلم بيانه وحيث لم يبين لا في الاول لا في الثاني لا في الثالث دل ذلك على ان الشرط المذكور علة تامة منحصرة للجزاء هذه الصور الثالثة لاطلاق الاخند الخراساني اشكل عليها هو الذي جاء بها واشكل عليها وقال انها غير تامة في اثبات المدعاة النائيني ايضا اشكل على الصور الثلاث باشكالات ثلاثة لكن كيف الاخند الخراساني نظر الى كل صورة لوحدها وناقشها النائيني ضمها مع بعضها واعتبرها باجمعها مولدة لاطلاق الشرط قال هذه الصور الثلاث تفيد اطلاق الشرط واقام في مقابلها في مقابلها صورة رابعة وهي اطلاق الجزاء او الاطلاق من ناحية الجزاء هنا الاطلاق من ناحية الشرط كما اسلفت وسنأتي على كلام المحقق النائيني صورة اكثر يعني ملخصا الصور الثلاثة للاخون تقول لو كان هناك شرق اخر لو جب على المتكلم بيانه فاللحاظ الشرط عن الملاحظ الكلام الشرط الصورة الرابعة التي جاء بها المحقق النائيني تلاحظ الجزاء تقول لو لم يكن لو كان الجزاء منطويا على شرط اخر لو جب على المتكلم بيانه او لو لم يكن الجزاء منطويا لو لم يكن الجزاء عدلا حفوان لو لم يكن الجزاء منحصرا هنا يعني منطويا على شرط واحد فقط لا وجب على المتكلم ان يذكر الشرط الاخر وصيغة الاولى صح واضبط في تصوير المطلب لو كان الجزاء منطويا على شرط اخر لا وجب على المتكلم بيانه الصور الثلاث للمحقق النائيني لو كان الشرط لو لم يكن الشرط منحصرا في المذكور لو جب على المتكلم بيانه بينما هناك اللحاظ لحاظ الجزاء لو كان الجزاء منطويا على شرط اخر لو جب على المتكلم بيانه كل الصورتين يعني الثلاث والرابعة تنتهي الى شيء واحد وهو لو جب على المتكلم بيانه وحيث لم يبين اذا لا شرط اضافي في المقام بمعنى اذا ان المذكور هو العل التام المنحصر للجزاء المحقق النائيني قال الاشكالات الثلاثة التي اقامها تجري هناك لكن لا تجري هناك معنى النتيجة هي واحدة ولذلك البعض نظر اليها على انها واحدة لا فرق بين الصور الصور الثلاث للاخوند والصور الرابعة للنائيني ما هي الاشكالات التي اقامها المحقق النائيني الاول لاحظوا عندما نتكلم ونقول اطلاق معناه وجود مقدمات للحكمة وإلا لا يتم الاطلاق يعني مثلا ان المتكلم في مقام البيان وحيث وحيث لم يبين ولم يذكر قيدا لم يذكر كذا تخصيصا هنا اذا والاصح لم يذكر قيدا حتى نبقى في دارة الاطلاق لا في دارة العموم لم يذكر قيدا يعني لم يذكر شرطا اخر هنا اذا ذلك يفيد اطلاق هذا الشرط لان المتكلم في مقام البيان يعني مقدمات الحكمة يعني تمامية مقدمات الحكمة طيب اني ماذا قال هنا قال ان مقدمات الحكمة لا تجري الا في المجعولات الشرعية ولا تجري في الامور التكوينية والعلية والسببية انما هي من الامور التكوينية وليست من الامور المجعولة من قبل الشارع لاحظوا يعني ماذا يعني عندما نقول اطلاق ماذا يفيد ذلك يفيد ان هناك متكلم يريد البيان وهو في مقام البيان يريد البيان يريد ان انشأ حكما شرعيا يريد ان يجعل حكما شرعيا وهو في مقام البيان ولم يقيد كلامه لاحظوا يعني هذا في دائرة الجعل الشرعي هنا تأتي مقدمات الحكمة اما في الامور التكوينية لا يوجد هناك في مقام البيان وارادة المتكلم للبيان وانه لم يقيد في الامور التكوينية لا تجري مثل هذه القاعدة هذه خاصة بالمجعولات الشرعية لا بالامور التكوينية والعلية والسببية ان الشرط علة تامة للجزاء وغير ذلك مفاد العلية والسببية هذه من الامور التكوينية لم يجعلها الشارع ولذلك مقدمات الحكمة لا تجري بالنسبة لها فلا يقال اذا في موضوع بلحاظ الشرط يعني ان الشرط علة يعني ان الاطلاق بمعنى ان هناك تمامية لمقدمات الحكمة تفيد بان الشرط هنا علة تامة للجزاء هذه العلية والسببية هذه لا تجري هنا فيما نحن فيه اذا كان اللحاظ هو اللحاظ الشرط لان هنا ان جاءك زايدون هذا ليس امرا مجعولا من جهة الشارع المجعول هو فاكرمه هناك مجعول وهناك سيأتي سيأتي الكلام هذا واحد اثنين اثنين يقول المحقق النائيني يعني حتى لو قلنا ان مقدمات الحكمة تتم بلحاظنا اللحاظات لكن لا تتم هنا من جميع الجوانب والسعة هنا غير تامة لجميع الامور المطلوبة في المقام هنا العلية وبعدين ان تكون العلة تامة تمامية وبعدين ان تكون منحصرة لانحصار ثلاث امور عندنا يقول ان غاية ما تفيده الجملة الشرطية غاية ما تفيده انما هو ترتب الجزاء على الشرط لا اكثر الجملة الشرطية ان جاءك زايدون فاكرمه تدلل على ان الجزاء مترتب على الشرط اذا وجد الشرط يترتب على الجزاء يوجد الجزاء اما انها لا تفيد ان الشرط علة للجزاء او فضلا عن ان يكون علة تامة منحصرة للجزاء نقول ان جملة الشرطية لا تفيد هذا مع انه كما اسلفنا مسبقا ان المحقنائني قبل ذلك بسطور قال بتعقل افادة الجملة الشرطية للعلية مو مجرد الترتب نعم لم يقل انها تفيد العلية التامة المحصرة لكنه قال العلية هذا اثنين قد اعود الى هذه العبارة ولكن على كل حال هنا قال انها لا تفيد الا الترتب قبلها بسطور قال ان الجملة الشرطية تفيد العلية لكن لا تفيد الانحصار النتيجة واحدة بين تلك وهذه غاية ما هناك ان هناك ترقى وقال تفيد العلية هنا في الاسفل بعد ذلك بسطور قال لا تفيد الا الترتب ولا تفيد العلية ثم قال بعد ذلك ولو افادت العلية فانها لا تفيد الانحصار والمطلوب كون العلة تامة ومنحصرة حتى تكون الجملة الشرطية مفيدة للانتفاء عند الانتفاء ويثبت المفهوم لا يكفي ان تكون العلة تامة من دون انحصار طيب في هذا اثنين نحن في مقام في مجال الامور التكوينية وليس المجعلات الشرية ثانيا ان غاية ما تدل عليه الجملة الشرطية غاية ما تفيده الجملة الشرطية الترتب لا العلية التامة والمنحصرة حتى لو كان هناك اطلاق لكن اطلاق ليس في هذه الساعة الذي بحيث يصل الى هذه الرتبة نفترض ان هناك اطلاق لكن لا يصل الى هذه الرتبة لان الجملة الشرطية اطلاق يبقى محدود بما تفيده الجملة الشرطية والجملة الشرطية هذه حدودها ان ما تفيد الترتب فقط ولو ارى فادة العلية فان لا تفيد الانحصار ذكر مسألة اخرى مهمة قال ان ترتب الجزاء على الشرط لاحظوا هذا على نسق واحد سواء كانت العلة منحصرة او غير منحصرة ما في فرق لاحظين يعني شنو يعني افترضوا بان عندنا جملة هنا ان جاءك زيد فاكرمه وقلنا ان جاءك زيد علة تامة منحصرة جملة اخرى مثلا ان اكرمك زيد فاكرمه والثاني قلنا بانها لا تفيد العلية التامة المنحصرة وانما تفيد فقط مجرد الترتب او مجرد العلية لكن من دون تمام او العلية من حيث التامة لكنها لا من حيث الانحصار يقول لحظوا هذا الترتب هنا الذي تفيده الجملة الاولى والترتب الذي تفيده الثانية على نسق واحد ما في فرق لاحظين ما في فرق ما في فرق بين المنحصرة وغير المنحصرة لاحظين بمعنى انه ليست العل المنحصرة في نفسها كاملة وبالتالي لا تحتاج الى شيء اخر منضم مثلا والعل غير المنحصرة ناقصة فتحتاج وبذلك نستطيع التمييز بينهما لا يقول لا فرق كلهما كلتهما على نسق واحد كلتهما على نسق واحد لا فرق بين هذه وبين هذه اذا من اين نكتشف ان هذه منحصرة وهذه غير منحصرة نكتشف ان هذه منحصرة وهذه غير منحصرة بالقرائن الخاصة يعني من خلال القرنة الخاصة نقول ان العلة هنا منحصرة وبالتالي لا يوجد شرط غير هذا فهو علة تامة منحصرة وبقرائن خاصة اخرى نكتشف ان الثاني علة غير منحصرة فنقول ان الشرطة هنا ليس علة تامة منحصرة قرائن معينة افادت ذلك وافادة ذلك بقرائن خاصة معناها عدم ثبوت المفهوم في الجملة الشرطية لا بالوضع ولا بالاطلاق في القرنة العامة وانما يثبت بالقرائن الخاصة وهذا خلاف المطلئ يعني هذا ما انتهي نوالي الاخوند القراثاني ان الجملة الشرطية لا تفيد الانتفاع عند الانتفاع لا بالوضع ولا بالقرنة العامة والاطلاق وانما تفيدة بالقرائن الخاصة فنحتاج الى قرنة خاصة حتى ان نقول بقيان الجملة شرطية تفيد المفهوم وإذاً عدمت القرینة الخاصة لنستطيع ان نقول هذا Anything هذه الجملة الشرطية في المفهوم فالنسق واحد فلا فرق بين الجملة الشرطية يعني لا فرق بين العلة المنحصرة في جملة شرطية والعل غير المنحصرة في جملة شرطية اخرى النسق واحد الطريقة واحدة الطبيعة واحدة فلا أن نستطيع أن نشخص بينهما ذاتا أن الأولى كاملة تامة ولهذا تعرف ثانية ناقصة ضعيفة ولهذا تعرف أنها غير منحصرة الأولى تعرف أنها منحصرة لو كان كذلك لستطعنا من خلال هذه الأمور أن نقول بأن هذه منحصرة وهذه غير منحصرة هي على نسق واحد فإذا كانت على نسق واحد وكانت الجملة الشرطية في ذاتها لا تفيد سوى الترتب ولو أفادت العلية فإنها لا تفيد الانحصار إذن الدعاء إطلاق الشرط أو الدعاء الإطلاق بلحاظ الشرط لا بلحاظ الجزاء بناء على هذه الإشكالات الثلاث لا يفيد الألية التامة المنحصرة أننا في مقام الأمور التكونية لا في مقام المجعولات الشرعية واحد اثنين أن غاية ما تدل علي الجملة الشرطية إنما هو الترتب ولو أفادت أعلى من ذلك يعني لو أفادت العلية فإنها لا تفيد الانحصار خاصة أن ترتب الجزاء على الشرط يكون على النسق واحد سواء كان في العلة المنحصرة وفي العلة غير المنحصرة ولا يمكن التمييز بينهما إلا بالقرائن الخاصة فإذا تدخلت القرائن الخاصة لتحديد أيهما تفيد الانحصار وأيهما لا تفيد الانحصار فإن ذلك معناه عدم ثبوت المفهوم في الجملة الشرطية لا بالوضع ولا بالإطلاق والقرينة العامة وإنما بالقرائن الخاصة هذه هي الإشكالات الثلاثة التي قامها المحق النائني على الصور الثلاثة التي ذكرها الآخون وأشكل عليها أيضا في الحلقة في البحث القادم إن شاء الله سننظر في الصورة الرابعة للمحق النائني وكيف أن هذه الإشكالات الثلاثة التي جرت على الإطلاق هنا لا تجري على الإطلاق هنا إن شاء الله نأتي بإذن الله صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء والموصلين محمد وعلى أهل بيت الطيبين والطاهبين ترجمة نانسي قنقر